ليس مقصوداً هنا الشفافية فقط لكن مقصود حسبونا على اللي قلناه إحنا جدين لأن الأهل يتعرض في الفترة الأخيرة إلى حملة في التشكيك في جدية كل الأمور ويعني نتبحبح شواء في الحتة دي لأن الحقيقة ولا إنت بخليكش تتبحبح لا يعني الحتة دي عايزة مني ومنك لا تفرجش علي لأن عندك الكثير تقول كنت بتكلمني فيه الأهل يتعرض لنوع من أنواع الغيرة القاتلة التي تدمر صاحبها عدد الناس المنفسنين على الأهل دلوقتي اللي بيشكوك في كل حاجة كل حاجة لازم تشكيك فأما أن الأمر لدى الأهل جداً جداً ويدخل إلى حاجة التنفيذ في كثير من الأمور ييجي المؤتمر دا يدعى النقاط على الحروف منتظرينه منتظرين تفاصيل فيه منتظرين أن الضغط يترفع عنه أنا مش عايز حد الضغط يترفع الناس الأسوياء إن ما فرحلناش مش هيحقدوا لكن الناس اللي لابدين في الضورة وفاهمين أنه هم بيعملوا يعني عمل خبيث قوي وحيدار بكلنا الدنيا حبيب أنت هو ألعابه غيرها والله ما أنتوا قد اللعبة لأنها مكشوفة وقلنا لكم أن جماهير الأهلي هي درع وصيفه جماهير الأهلي هي كفيله أما بقى تخش اللي في السعوة ده والكفيل وكلام شغل البنات تنقيح الكلام واخد بالك يا ناشي يقول يا بوبي في الآخر أخر ما يتغازوا بلاش خيابة اتبهوا لناديكو اتبهوا للي بتحبوه ونسونا يمكن ربنا يكرمكم لكن طول ما انتوا حطاننا في دماغكم وفاهمين أنتوا من خلال اللي جاني الإلكترونية واجتماعات التجمع اللي انت عارف العنوان اللي بيتجمعوا فيه بالزبط وواحد يستخب وقال خلاص ده خلاص التحرق أصلي ده ما بيتكلمش لكن فاهم أنه لما يبعد ويبعت الفقاقيع بتاعته تنفجر دي فقاقيع مش هتؤذي حد تعرف اللعبة اللي بتنفقها دي انت بتعملك هذا تفقح ويتبقى بتلهوا بيها اوعى تفتكر انك بتعمل انفجارات النادي الأهلي سيمضي بإذن الله سيمضي لأن فيه نواية طيبة وفيه جهود لناس بتحبه وربنا هو اللي بيحط لك الناس اللي تساعدك الغير اللي بقى يكل صحب احنا فرحانين بفرقتنا احنا فرحانين بما يتحقق على الأرض الواقع حتى الآن من المجلس فرحانين بسقط جمهير الأهلي في الأهلي فرحانين بتصدي وأن الجمهير تنباري للدفاع النادي الأهلي وتوقد أي فتنة أما الباقي اللي بعضهم فاهم انه محسوب على الأهلي ما انتش محسوب على الأهلي انت محسوب انت حتتكلمني عندك شوة تفاصيل انا يعني قلتها لي حديك الحق فيه